بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين حياكم الله أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات مع هذه الحلقة ونكمل معكم بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بصفة الصلاة قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن تكبيرة الإحرام وأهمية القيام لله سبحانه وتعالى وكيف يعيش المرء مع هذه الصلاة إيمانا وخشوعا وإخباتا له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأنه يجب أن نقوم لله سبحانه وتعالى قانتين بخشوع وخضوع ثم يكبر المرء وبينا صيغة التكبير الصحيحة فإن يقول الله أكبر ويحضر من أن يخطأ فيقول الله أكبر أو آه الله أكبر وكذلك بينا كيف يستفتح بدعاء الاستفتاح ثم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وأهمية عبادة الاستعاذة للمرء المسلم سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة ثم يبسمل وبعد البسملة يقرأ الإنسان الفاتحة هذه السورة التي هي ركن من أركان الصلاة وهي من أهم أركان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل سورة الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة فقال في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي نصفها لعبدي ونصفها لي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حميذني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الله أكبر هذه الصلاة وهذه الفاتحة التي هي من أهم أركان الصلاة تنقسم إلى قسمين نصفها لله ونصفها لهذا العبد يقول أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فعلمنا أن نفتتاح الصلاة بعد قراءة الاستعاذة والبسملة بفاتحة الكتاب والآن نغوص مع معاني هذه السورة المباركة التي هي أم الكتاب وهي السبع المثاني قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ تَسْتَغْنِي بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ عن غيرها من الأمور الحمد لله رب العالمين الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال ويقول الإنسان في كل ركعة الحمد لله رب العالمين ولو رأينا لإنسان قد اكتفى بصلاة الفرائض في يومه فإنه سبعة عشر مرة يقول في اليوم الحمد لله رب العالمين يدل على أن دين الإسلام يحث الإنسان على التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فعندما يأتي إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال يأتي لكي يرتاح بهذه الصلاة لكي يأنس بالله سبحانه وتعالى لكي يزيل كل عنه هذه الهموم والغموم فيأتي بهذه الإيجابية الحمد لله رب العالمين مهما كانت المصائب مهما كانت البلاية الحمد لله رب العالمين الحمد لهذا الرب العظيم وهو رب العالمين جميع العالمين علم الجن والإنس والدواب والعالم الذي لا نعلمه وهو يعلمه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين فهنا يتعظم الله سبحانه وتعالى في قلب المرء المسلم فيأتيه خوف ورهبة ثم تأتي بعدها صفة من صفات الرحمة فيقول العبد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم فيأنس في رحمة الله سبحانه وتعالى ويعيش في رحمة الله فهو يعيش ويتنقل بين خوف ورجاء الحمد لله عظم الله ثم يطلب رحمة الله الرحمن الرحيم فهو رحمن الدنيا والآخرة وهو رحمن لجميع العباد ورحيم لعباده المؤمنين وإنما يرحم الله من عباده الرحماء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن فعندما يقرأ الإنسان المسلم الرحمن الرحيم يتذكر أن إن رحم الناس رحمه الله وأنه لا يجوز عليه أن يبطش بالناس ولا أن يظلمهم بل يكون رؤوفا رحيما لينا هينا مع الناس فمتى كان رحيما بالناس رحمه الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين لذلك على الإنسان المسلم عندما يتكلم ويذكر هذه الصفة الرحمن الرحيم يجتهد في أن يتصف بصفة الرحمن الرحمن الرحيم ويعلم ويستشعر بأنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فلا يقرأ بسرعة وإنما يقرأ بتؤده فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثناء علي عبدي ثم قال ماركي يوم الدين قال مجدني عبدي فيه المجد والعظم لله سبحانه وتعالى فهو ماركي يوم الدين أي ماركي يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم الناس يأتون إلى الله سبحانه وتعالى حفاة عراء ليس لهم إلا أعمالهم وأن يتغمدهم الله برحمته ماركي يوم الدين فهنا يقول الإنسان وهو يطلب رحمة الله إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال هذه اللفظة قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك إياك نعبد وإياك نستعين تقوم مقامات العبودية على هذه فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قد استجمع بذلك مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى فجميع العبادات من الخوف والرجاء والتوبة والإنابة تستجمع في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين وجميع معاني القرآن تجمع في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة لا تكون إلا لله ولا يقدر عليها إلا بتوفيق الله وكذلك في جميع شؤون حياتك لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تتنفس ولا أن تعمل أي عمل إلا استعنت بالله سبحانه وتعالى فيوفقك لهذا العمل إذا استعنت به سبحانه وتعالى وفقك لكل خير ذلك إذا استعنت فاستعم بالله ولا تعجز ولتكن في قلبك حب وتعظيم لله سبحانه وتعالى ويقين بأنه لا موفق للعبادة إلا هو ولا معين لهذه العبادة إلا هو فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحققون عبادة الله سبحانه وتعالى ويعملون بهذه الآيات ويقومون في مقام إياك نعبد وإياك نستعين هذا ما يسر الله إيراده بهذه الآيات من سورة الفاتحة ونكمل بقيتها في حلقة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر